بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جماعة هنتكلم عن الدائرة وهندرس طبعا اه الوطر وهندرس الكتر وهندرس طبعا اه محيط الدائرة. بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الاعزاء. النهاردة معانا ضيفة غالية وهي اه هذه الام التي ستحكي لنا هذه الحكاية. انا عمدي ولدي. الاول اسمه جرجير. امراته بتحب التوفير. وبتقول له لو عاوز فلوس كتير. لازم على الوطر تسير. وتفايا بقى تبزير. طبعا امي واخويا الصغير. عاوز اسأل عليهم كيف يسير. الايام جاية كتير. طبعا يا جماعة انا بقول نصيحة الجرجير. اه بقول له طول ما انت ماشي على الوطر اعرف ان انت في خطر. والابن التاني هو الكتر. وده لمن يقول لي. قبل ما ارجع لديتي. لازم اتطمن عليك. لازم اكون محيط الدائرة. اللي انت مركزها يا غالية. ده محيط الدائرة هو باي. في طول الكتر يا ماي. طبعا يا جماعة من هذه القصة الجميلة احنا عرفنا ان محيط الدائرة يساوي باي في طول الكتر. وطبعا يا جماعة ان باي ديت هي قيمة ثابتة. يعني باي يا جماعة ممكن ان احنا نقول انها بتساوي اتنين وعشرين على سبعة. او باي برضو بتساوي تلاتة واربعتاشر من مية. معنا بعض الاسئلة السؤال بيقول اكمل ما يأتي. رقم واحد محيط الدائرة يساوي نقط في نقط. طبعا يا جماعة زي ما عرفنا القانون ان محيط الدائرة يساوي باي في طول الكتر. اه السؤال الثاني بيقول محيط الدائرة التي طول كترها عشر سنتي يساوي نقط سنتيمتر. طبعا يا جماعة هو اعطيني هنا الباي بتساوي تلاتة واربعتاشر من مية. اه نرجع للقانون بسرعة ان محيط الدائرة برافو جماعة بيساوي ايه? تمام باي في طول الكتر. طبعا معنا عود بقى نشيل الباي. هنشيل الباي للمات فضالي حضرتك كده. وناخد الكيمة بتاعتها اللي هي تلاتة واربعتاشر من مية. في آآ تول الكتر. كل الكتر الكام يا جماعة اتوالنا بعشرة. ننزل زي ما هو يبقى في عشرة يساوي. طبعا يا جماعة لما بنضرب في عشرة. هنحرك العلامة طبعا نحية اليمين مرة واحدة لان دي عشرة. يبقى العلامة هتبقى ما بين الاربعة والواحد. يعني ان هي تجاهية لعجماعة واحد وتلاتين واربعة من عشرة سنتيمتر. آآ معنا سؤال يا جماعة بيقول دائرة محيطها متين اتنين واربعين سنتيمتر. اوجد طول كترها. واعطيني طبعا الباي بتساوي اتنين وعشرين على ايه? على سبعة. طبعا يا جماعة الولاد بيقولوا. احنا ما عندناش القانون يا استاذ اللي بيجيب لنا آآ طول الكتر كده على طول. احنا خدنا القانون اللي هو محيط الدايرة يا استاذ اللي هو بيساوي باي في طول الكتر. طيب لو حضرتك عاوز القانون اللي يجيب لك طول الكتر يبقى تلجأ لهذا القانون الجميل الحديث زي الوجه الجميلي اللي قدامنا دوت. اي وهو ده. تمام? هو ده اللي هيحللنا المشكلة بتاعتنا يا جماعة. طبعا احنا عارفين الشرط بتاعه. الجميل بيقول اللي حضرتك عاوزه بتشاور عليه وتحط صبعة ايه? على آآ الشيء اللي انت عاوزه. طيب يا ولاد انتو عايزين ايه? عايزين طول الكتر. يبقى نحط صبعنا يا جماعة نشاور على طول الكتر. تمام? يبقى طول الكتر يساوي. ايوة يبقى فوق حيديني محيط الدائرة او محيط الدائرة. وطبعا الشرطة دي يا جماعة الشرطة يعني عبارة عن على. الشرطة عبارة عن على. تمام? وتحت طبعا اللي هي الباي. يبقى محيط الدائرة على باي. طب ما تيجي نعود كده جماعة. طبعا احنا بنقوله محيط الدائرة اللي هي بكام? تمام? متين اتنين واربعين. وعلامة على اهيه متين زي ما هي. طبعا احنا قلنا باتنين وعشرين على سبعة. طبعا يا جميعا احنا متعودين دايما آآ ان علامة على هنا عشان تعتبر فيه كسر اللي هو اتنين وعشرين على سبعة بنحول العلا آآ اللي علامة فيه. ازاي? بننزل لمتين اتنين واربعين آآ زي ما هي برابو. والعلا هتبقى فيه بس بيحصل شرط ان هو بنقلب الكسر زي ما حضركم معارفين اللي هي هتبقى بدل اتنين وعشرين على سبعة تبقى ايه? برابو سبعة على اتنين وعشرين. طبعا بالاختصار بمكن نختصر يا جماعة هنجد ان ال242 اصلا بتقبل الاسم على ال22 يبقى هنقسم فوق على 22 تمام يبقى ال242 على 22 فيها كم يا ال11 وال22 نقسمها برضك على ال22 يعني الاسم على نفسها تساوي طبعا الواحد يبقى الناتج على طول هيطلع 11 في 7 يعني بتساوي جماعة 77 سنتيمتر معنا بعض الاسئلة السؤالنا بيقول اكمل ما يأتي رقم واحد الدائرة التي طول اكبر وطر فيها 28 سنتيمتر يكون محيطها بيساوي كم سنتيمتر طبعا هو اعطينا جماعة الباي بتساوي 22 على 7 طبعا الولاد بيقولوا يا استاذ احنا معنا القانون اللي هو محيط الدائرة او محيط الدائرة بيساوي باي في طول الكتر ويقولهم تمام قالوا لي والباي موجود عندنا اللي هي 22 على 7 ولكن طول الكتر يا استاذ هو ما قال ليش طول الكتر هقول لحضرتك يعني هو اما يقول لي ان اكبر وطر فيها 28 سنتيمتر مين اكبر وطر فيها جماعة زي ما حضركم شايفين كده اكبر وطر طبعا هو الكتر ما احنا عرفنا ان الكتر الكتر هو وطر ولكن هو بيمر بمركز الدائرة بالمركز عشان كده هو يعتبر اكبر وطر في الدائرة يبقى ما يقول لي اكبر وطر في الدائرة يبقى هو مين يا جماعة هو فعلا طول الكتر يبقى نعوض على طول ان الباي طبعا احنا قلنا بتساوي 22 على 7 في طول الكتب اللي هو احنا قلنا عليه اللي هو اكبر وطر في الدايرة اللي هو بتمانية وعشرين. تمام يا جماعة? طب يلا نختصر مع بعضنا كده. طبعا التمانية وعشرين موجودة تعتبر في البسط. والسبعة موجودة في المقام. طب احنا عايزين نشوفوا ايه العدد اللي هم يعني يقبلوا الاسمة عليه. طبعا التمانية وعشرين تقبل الاسمة جماعة على السبعة. والسبعة طبعا تقبل الاسمة على نفسها. تمام. هنقسم التمانية وعشرين على السبعة فيها? تمام? الاربعة? والسبعة ناسمها على السبعة تبا فيها كم؟ فيها الواحد. يبقى هنضرب يا جماعة الاتنين وعشرين في اربعة. اتنين في اربعة طبعا بتمانية. او اتنين في اربعة بتمانية. يبقى النتج يا جماعة هيطلع تمانية وتمانين سنتيمتر. طب. سؤال تاني يا جماعة بيقول محيط الدائرة التي طول نصف كترها نق. واعت喜ني نص الكتر هنا مش بقييمة. لا هو قال لي بنق يعني نص الكتر. بتساوي طبعا بيقول لي اكمل باي في نقطة. طب ما بنروحة جماعة. احنا عارفين القانون ان المحيط الدائرة تساوي باي في طول الكتر. طب ما هو اعطاني. هو مش عاديني بقى هلينة طول الكتر? هو عاديني نص الكتر. طب نص الكتر بكام? بنق. طب احنا عايزين الكتر كله? طبعا يبقى الكتر كله هيبقى اتنين نقر. يبقى الاجابة باي في اتنين نقر. معنى سؤالة جماعة بيقول نافذة على شكل مربع. طول دلعو سبعين سنتيمتر يعلوه نصف دائرة. طبعا معطيني الباي او الطه باتنين وعشرين على سبعة. اول حاجة بيقول لي اوجد محيط النافذة. طبعا يا جماعة احنا عرفنا ان كلمة محيط يعني محيط. يعني معناه ان هو عاوز الاضلاع يا ايوة الاطوال الاضلاع اللي هم من برا دي اللي هو الاطوال الخارجي. يعني طول الدلع ده لحدك شايف في المربع زائد طبعا الدلع ده زائد الكوس اللي قدامك ده اللي هو اللي هو نص نص الدائرة ده او نص محيط ايه الدائرة. طبعا انا كله موجود عندي طبعا اللي هي اضلاع المربع كلها موجودة طول دلع المربع بسبعين يبقى سبعين زائد سبعين زائد سبعين بس هيتبقى ليه يا جماعة طبعا. اللي هو آآ الكوس اللي قدامي بتاع الدائرة. طبعا عشان اجيب آآ نص هذا الكوس. لهو نص محيط الدائرة. طبعا المفروض اجيب محيط الدائرة. طبعا محيط الدائرة من الطانون يا كماعة. يلا فحد فكرني بسرعة. تمام. هو في طول الكتر. طب البي كام يا جماعة. برابو? بتنين وعشرين على سبعة. في طول الكتر. تمام? طول الكتر يلا هو. آآ طبعا الوبلاد يقول ليه هو مع توناشة اساس زي طول الكتر. لا حضرتك بص كده كويس في في الرسم. ما هو طول الكتر هو نفسه هو طول دي المربع اللي هو بسبعين سنتيمتر قدام حضرتك. يبقى تمام كده. هنضرب اللي تنوع عشرين على سبعة. في آآ السبعين. طبعا بالاختصار يا جماعة. ممكن نختصر السبعين اللي هي موجودة في البسط. آآ على سبعة نقسمها. والسبعة طبعا برضو اللي في المقام بنقسمها على سبعة. يبقى سبعة على السبعة فيها الواحد والسبعين على السبعة تمام فيها العشرة. يبقى تمام يا جماعة هنضرب اللي اتنين وعشرين في عشرة بنزل السفر طبعا وبنضرب اتنين وعشرين في واحد اتنين وعشرين يبقى الناتج ميتين وعشرين آآ سنتيمتر. طب يا جماعة احنا كده جبنا محيط الدائرة كلها. انا مش محتاج محيط الدائرة انا محتاج ايوة نص محيط الدائرة. طب يا جماعة ما هو نص محيط الدائرة يبقى هنقسمها على الاتنين. المحيط بكام? بميتين وعشرين. نقسمها على الاتنين? ايوة. يبقى بيساوي مية وعشرة سنتيمتر. يبقى احنا كده يا جماعة جبنا نص محيط الدائرة. نرجع بقى للسؤال بتاعنا. اللي هو المطلوب. عاوز محيط النافذة. زي ما احنا اتفقنا. اللي هو بيساوي ايوة نص محيط الدائرة اللي احنا جبناه دلوقتي بكم? مية وعشرة. زائد طبعا السبعين. اللي هو الدلع اللي قدامي دود. زائد الدلع التاني بسبعين. والدلع التانية ايضا بكام بسبعين. طبعا طب ما نجمع السبعين الاول مع السبعين التانية مع السبعين التانية. يعني سبعين زائد سبعين زائد سبعين. تمام يا جماعة? هيطلع بكام? بميتين وعشرة. طب الميتين وعشرة لما نجمعها طبعا مع المية وعشرة. سفر زائد سفر فيها السفر تمام? واحد واحد طبعا اتنين واحد واتنين تلاتة. يبقى الناتج تلتمية وعشرين سنتيمتر. سنان بيقول يا جماعة اوجد مساحة نصف الدائرة اذا كانت مساحة النافذة 8750 سنتيمتر مربع طبعا لحضرتك بسيط النافذة كلها على بعد يا جماعة هي عبارة عن المربع اللي قدامي دوت وايضا نصف الدائرة اللي قدامي يعني لو قلت مساحة النافذة كلها هي مساحة المربع تمام زائد مساحة نصف الدائرة طب احنا عايزين طبعا مساحة نصف الدائرة طب هو اعطاني ايه في المسألة؟ اعطيني مساحة النافذة طب فاضل لي ايه يا جماعة ممكن اجيبه؟ اه فاضل لي مساحة المربع تمام يبقى لو طبعا جبت مساحة المربع يبقى المسألة بتاعتي تتحلت خلاص طب هو اعطيني في المربع ايه؟ اعطيني طول دلعه بسبعين سنتيمتر تمام يبقى نستخدم القانون بتاعنا اللي هو مساحة المربع بتساوي طول الدلع في ايه في نفسه يبقى طبعا طول الدلع بسبعين يبقى سبعين في سبعين بتساوي اربعة تلاف وتسعمائة سنتيمتر مربع تمام يا جماعة يبقى مساحة نصف الدائرة طبعا بتساوي مساحة النافذة كلها النافذة كلها قدامنا هي وهنقص منها او نشيل منها مساحة المربع اهي النافذة قدامنا جماعة هي عبارة عن المربع ونصف الدائرة طب انا عايز نصف الدائرة بس يبقى هنجيب النافذة كلها ونقوموا شايلين منها مساحة مربع. يعني هي عبارة عن مساحة النافذة ناقص مساحة المربع. طب مساحة النافذة بكام? ما اعطيها لنا هي? بتمان تلاف سبعمية وخمسين سنتيمتو مربع. تمام? ننقص منها جماعة? ايوة ننقص منها مساحة مربع اللي احنا لسه جايبينه. اربعة تلاف وتسعمية. يبقى بيساوي طبعا نطرح بالراحة. سفر ناقص سفر فيها السفر. تمام? وخمسة ناقص سفر فيها الخمسة. طبعا سبعة ناقص تسعة. هتبقى سبعتاشر طبعا ناقص تسعة. والتمانية دي هتبقى سبعة. يبقى سبعتاشر ناقص تسعة فيها الثمانية. والسبعة ناقص اربعة فيها تلاتة. اي ان الناتج طبعا جماعة هيطلع تلات تلاف تنمية وخمسين سنتيمتر مربع. اه معنى سؤال يا جماعة بيقول احسب محيط الشكل المقابل. زي ما حضرتكم شايفين هو عبارة عن مربع. ومحاط من اضلاعه الاربعة. اه من فوق طبعا بنص دايرة ومن تحت بنص دايرة وايضا من على يمينه على الشمال او عن اليسار بنص دايرة. طبعا احنا عاوزين نجيبه محيط هذا الشكل. طبعا محيط هذا الشكل يا جماعة هو عبارة عن اه النص دايرة اللي فوق. عن نص دايرة ايه اللي تحته. والنص دايرة اللي على يمين. والنص دايرة على الشمال. اه طبعا يا جماعة المربع طبعا بيقول لي شفت استاذ احمد محوطني ازاي? وانا مش عارف اخرج خالص. ارجوك استاذ احمد اه عايزين مساعدة وبعتلي مساعدة. طبعا احنا هنبعت مساعدة طبعا للمربع. عشان نشيل هذه الانصاف النص الدائرة دوت. المحوطة بالمربع. يلا جماعة نساعد المربع. طب هنشيل النص اللي فوق. تمام. ونشيل النص اللي تحت. تمام يا جماعة. الله. ده احنا لو ركبناهم مع بعض زي ما تشايفين الحمام ركب النص اللي فوق مع النص اللي ده تحت ده كويل دايرة. تمام يا جماعة? طب يلا بقى نشيل للنص اللي عليه مين? تمام? والنص اللي على الشمال. يا نهر ابيض. ده برضو كويل دايرة والدايرتين طبعا زي ما حاكم شايفين متساويين جدا يا جماعة. طب احنا عايزين نجيبوا محيط هذا الشكل يا جماعة. يبقى محيط هذا الشكل هو عبارة? تمام? هو عبارة عن محيط الدائرتين اللي قدامي. طب ما نجيبوا دايرة واحدة منهم? طبعا هم دايرتين زي بعض ومتساويتين طبعا زي بعض. طب يبقى محيط الدائرة سواء الاول او التاني. نجيب محيط دايرة واحدة. بيساوي طبعا القانون وهو عبارة عن باي في طول الكتر. تمام يا جماعة? طب وهي بكام? بتلاتة واربعتاشر من مية. تمام? في طول الكتر. طبعا نعرف طول القتر منين? ما هو جماعة طول الكتر هو نفسه طول ديلاي المربع. اللي هو بعشرين اللي هو عطولي دلوقتي. نبقى نضربهم في بعض على طول. يبقى بيساوي جماعة برافو. اتنين وستين وتمانية من عشرة سنتيمتر. تمام يا جماعة? يبقى احنا جبنا محيط الدايرة الاولى. فبمحيط الدايرة التانية برضو هيبقى بنفس القيمة. اللي هو اتنين وستين وتمانية من عشرة سنتيمتر. يبقى محيط الشكل على بعض يا جماعة هو عبارة عن محيط الدائرتين. اللي هو بيساوي اتنين وستين وتمانية من عشرة زائد اتنين وستين وتمانية من عشرة. برافو. يبقى هيتلع في الاخرى جماعة بكام برافو مية خمسة وعشرين وستة من عشرة سنتيمتر نشكركم على حسن المتابعة معناتهم نتعلم بسهولة وبساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته